طبعا كان معلي سفير حمدي شعبان سفير مصر في كونغو الديمقراطية وزي ما قلنا لحضراتكم فرق التوقيت ساعة يعني هو كان بيقول ماتش هتلعب الساعة 2 يبقى هتلعب 3 بتوقيتنا الفرق ان شاء الله توصل النهاردة الساعة 8 يعني يوصلوا تقريبا يعني في حدود معلواتنا ان شاء الله يوصلوا بالسلامة الساعة 9 اللى تلت بتوقيت القاهرة النهاردة واضح انه فكرة اللعب الساعة 2 دي تحديدا عشان تكون درجة الحرارة بالنسبة لهم يعني عنصر ضغط او عنصر مساعد على لعبة النادي الاهل انت مفروض تبقى خلاص بقى متعود على كون صروف حتى لو دينيته انت مفروض خلاص بدأت تعمل تدريباتك اللى كانت على تاتش الفترة الفاتت على الفكرة في وقت متأخر في وقت بدري شوية علشان يكون في جو حر جديد وفعلا الكام يوم اللي فاتوا في مصر كانوا الجو حر جدا الصبح وده كويس طبعا مش يبقى نفس درجة الحرارة في الكونغو ولكن يمكن يساعد شوية المفروض بقى دايما عامل حسابي يا احمد انه اي ظروف ممكن اتحط فيها في اي بلد في اي وقت وهو ده النادي الاهلي يعني انه حتى لو درجة الحرارة جديدة التدريبات تكون في درجة حرارة جديدة ولما يروحوا هناك لازم زي ما قلنا علشان نجيل الصناع يتمرنوا عليه اكتر يتمرنوا في جو شديد الحرارة واكيد الجهاز الفني عامل حسابه على ده خليني اقول لحضراتكم كمان ان الجهاز الفني الفريق الاول للكرة القدم من النادي الاهلي يركز على تدريبات الكرة خلال التمرين الاخير بالقاهرة اللي هو كان النهاردة الصبح على ملعب التاتش قبل السفر للكونغو لمواجهة فيتا كلوب التمرين بدأ بمحاضرة طويلة مع مستر بيتسو موسيماني المدير الفني طبعا مع اللاعبين وتكلم على الجوانب الخطاطية اللي بيرغب في تنفيذها خلال التمرين كان فيه كمان فقرة بدنية قبل التركيز على الجوانب الفنية وكان ابرزها التدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى الجهاز الفني كمان اجرى تقسيمه بمشاركة حارسين في الجزء الاخير من التمرين